تجي مثل العزة بعد العزة في غيبة الأعراس وتروح أشبه الدمعة بالورق بالصمت مكتوبة البحر عالم مسكون بالأسرار والجمال الكثير فهو يخطف أقول الناس بالسحر هدف الوصول إلى شاطئ الراحة هو نجاح برنامج شاعر المليون وبث روح التحدي والتنافس أنا شاعر منذ ولادت أنا محمد الأسعدي الأتيبي تذكروا هذا الأسعدي جيت ولقيت المرحبة والاحترام ما هي غريبة لا خلأ ولا عدم دار الفلاح أم التسامح والسلام وما الشعر وما الوفا وما الكرم ما حس بل غربة فرضيها مدام حناوها الأخوان بل وانا العلم من عرى الكوت ضفتها بشوت الصباح وبجبين السعد عاش الوطن والأمير جيت ولوانها الأربع مسيرة نجاح عادنا شاعر اعتابي بناخيم طير السلام عليكم مسيطب الخير أعضاء اللجنة اللجنة الاستشارية الجمهور الحضور مشاهدين خلف الشاشات ورحب إخواني الغالين الشعار ماجد لفا وفيصل المهلكي قصيدة بعنوان هنا الكويت تسرب صوت بعروق الليالي والصدى بالبال ضجيجه من أفا غصب وفا مخنوق بوراقي يقاوم سكرة انفاس الشتات بنبضي اللازال على صدر الرحاب الغارقة في ضفة أحداقي وسالت حيرتي بين الشوارع تسأل الصلصال عن اسهام الظلام وسمها في جوف براقي ودورني ولاقيني حنين في غيبة الأزوال ولوح بالأمان للأمل في لحظة غراقي ينملني صفير الريح وحشة والشعور الضال نخر سقف الظنون بخوف يتساقط على ساقي ينملني ينملني صفير الريح وحشة والشعور الضال نخر سقف الظنون بخوف يتساقط على ساقي يوقف دسمان يستجمع ملامح ضحقة الأطلال رغم حزن الصباح وجرحه الموشوم بافاقي بكت كل المداين والصحاري خانة الترحال وفالزلمة يغني للرمل يا أيها الساقي شكا نوح الحمام بغصني اليائس كسوف الحال وصرخات البنادك هيضتها الريح برواقي على وجه السماء حمرت غروب حزنها همال سقت قاع ونبت منها نجوم بسيرة شراقي نزف شريان صبري في متاهات الكلام الدال قبل همسي يطيح بشفتي من يد خفاقي صدى جرحي يقول الأرض عرض وهضلوع رجال لذا يماي بيتك خافقي وسدالك أعماقي صدى جرحي يقول الأرض عرض وهضلوع رجال لذا يماي بيتك خافقي وسدالك أعماقي أنا قلب بدوي لضاق صدره هيجني اليامال وأنا راعي بحر لاجا مطر عيني على نياقي بلادي والأمان بتربتك روح وهوى وظلال خفطت جناح ذي الليلك غرام وزادت أشواقي تشربت بتفاصيلك هوس عاشق تأمل قال حياتي كلها في دوة كحل العيون الميثاقي سؤالك متسالم يا محمد شكرا لك على هذا الإبداع هنا الكويت الله يحفظ الكويت وهلها وفيادتها يحفظك أبو علي يحفظ المرات على الرغم من مسحة الحزن اللي تغلفت به هذه القصيدة استحضار بعض الذكريات عن الوطن ومشاعرك تجاه هذه الذكريات إلا أن هذا الحزن في الأخير سردت أن توضح لنا إلى أي مدى أنت أحب الكويت أحبها عاشق حتى النقاع وطنك المشاعر الذاتية في هذه القصيدة أنا كنت أبحث في القصيدة وين بلق الكويت في القصيدة غير العنوان وجدت حاضرة في دسمان مثلا أما أغلب الأبيات الباقية فهي تصور علاقة مشاعر ذاتية بينك وبين الوطن لك أنك أبدعت أبدعت في أن تقدم لنا لونك الخاص بك في هذه القصيدة بتعت عن تكرار اللي قريناه في كثير من القصيدة الوطنية في الوصف المباشر للوطن والعلاقبة وأعجبتني وائد من الأبيات ووقفت عندها البيت اللي تقول هي وقف دسماني يستجمع ملامح ضحكة الأطلال رغم حزن الصباح وجرحه الموشوم بافهاقي البيت اللي تقول فيه أنا قلب بدوي لا ضاق صدره هي جنال يامال وأنا راعي بحر لا يا مطر عيني على نياقي جميل هذا التزاوج اللي صنعته بين البيتين هل الكويت البدو والحضار هل الساحل البيت اللي تقول فيه بلادي والأمان بتربط تروح وهو وضلال خفضت جناح ذلي لتغرام وزادتها شواقي هذا أيضا بيت عميق في معناه ورائع عن الوطن اللي نخفض للجناح فهو الأم والأب هذه القصيدة من القصيد الجميلة يا محمد أنا أشكرك عليها واتمنى لك كل التوب أنا أستطيع وضلح محمد بها البيت دمجت البيئتين وهذا فعلا هذا ديدن المجتمع الكويتي ومنذ القدم هذا اللي تربينا عليه أبو خارج نعم وهذا اللي تربينا عليه فعلا وربونا عليه غيادتنا وآباءنا واجدادنا تجدهم في الصيف في الغوص وفي البحر ولجي اجتمع وفي البحر وفي البحر وفي البحر وفي البحر فعلا كان هناك تكاتف كانت هناك ألفة وكأن محمد يعني خلني أقول ما نقال حزين على ما توصلنا له من بعض المنعطفات لكن محمد فعلا حضر في إحساس المواطن الكويتي اللي تربى على ألفة المجتمع الكويتي وترابط المجتمع الكويتي بكل أطيافه أنا أحترم وحيي فيك هالروح الوطنية والأمانة بلادي والأمان بتربطك روح وهوى وضلال خفضت جناح ذلي لك قرام وزادة أشواقي النص جميل الأمانة والصور الشعرية أيضا مبتكرة تخص محمد ما تخص غيره نخر سقف الظنون بخوف تساقط على ساقي جميل جدا واختيار الساقي أيضا بعضهم يقول لي ما يتساقط على راسي لأنه هو سقف الظنون أنت شبهت الراس بسقف الظنون ولما يتساقط على الساقي الصورة تكون أبلغ وأجمل يعني كتبت صورك الشعرية ونحتها في دقة متناهية شعر مبتع شهادة فخر والشاهم أحييك وأقول فالك التوفيق هذا المسائي محمد تفضل بنزال محمد محمد هذا النص الوطني أنا سمعت في بعض ما قاله أبو خالد أنه النص فيه موضوع وطني خاص تكتب فيه أنت وتأثرت به كثيرا طبعاً عدم وضوح بالضبط الواقع نجد أنه يذهبين إلى التأويل كما نشاء إذا كانت هناك قرائن تدل على ما نقول فهنا كثير جداً يختلط هذه الحادثة التي تقول عنها تختلط مع ما حدث في الأيام الغزو يعني مثلاً للشتات عندك الأشياء كثيرة جداً تدل على مثل هذا الشيء طبعاً كان المفروض أن تلمح إلى شيء اللي هو أقرب لما تقول وليس التوضيح أنت حر في عدم التوضيح لكن المسألة التي أريد أن أقولها هنا أنه مثلاً في حديثك عن المدائن والصحاري بكت كل المدائن والصحاري خانت الترحال وفز الماء يغني للرمل يعني أنا شفت مثنائية الرمل والماء تكررت عندك أكثر من مرة طبعاً في البيت اللي بيقول فيه أنا قلبي بدوي إلا أضاق صدره يجن اليامال معروف هذا والجهة وهذا وأنا راعي بحر لا جاء مطر عيني عن ياقي طبعاً هنا المسألة ليس البيتين مسألة اللي من الشاعر يريد أن يكون أن هناك تمازج بين فئات المجتمع وتماسك إلى درجة أنه الاثنين يتفاعلون بعضهم مع بعض هنا في بكت كل المدائن والصحاري خانت الترحال وفز الماء يغني للرمل يا أيها الساقي أنت قوست كلمة يا أيها الساقي وأنا فهمتها أنه أنت التكويس هنا يشير إلى موشحة بن ظهر الأندلسي اللي هو بقول فيها أيها الساقي إليك المجتكى قد دعوناك وإن لم تسمعي فهنا النقطة أنه معنى ذلك أنه الماء يغني للرمل ولكن الرمل لا يستجيب قد دعوناك وإن لم تسمعي فهنا طبعاً بيصير عندنا نوع من التأويل لعدم وجود ما يشير إلى الحقيقة طبعاً أمامنا نحن في النص منذ بدايته نوع من الوطنية المشوبة بالحزن على ما وقع أو ما حدث كلها ذاتية في ذات الشاعر لكن الشاعر في آخر أربع بيات نجده يستنتج من هذا الموقف ويذهب إلى موقف هو يتمسك به وهو من الموقف الوطني اللي هو بكون صدى جرحي يقول الأرض عرضوا هضلوا رجال لذا يا أمي بيتك خافك ووزدارك عماقي إلى آخر هذا نوع من الاستخلاص والخلاصة عندي كلمات مثل كلمة الصدى مثل مثلاً كلمة لا زال بغيبة الأزوال إلى آخر يعني في منها دلالة على أن الشيء مضى من قديم وليس من جديد وإنما أنت تستذكره وتعيد اجتراره مرة ثانية وما كان موقفك فيه الكصيدة جميلة يا محمد ولك الشكر الله كل شكر للجلة التحكيم وصح الله لسانك يا محمد